منصبح على حضرتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا اليوم انصلقت ركلة البداية دمدن يا صلاح مول يا صلاح لنفاحثين عن كرة هذه كرة الابداع هنبدأ معاك وجولتنا الرياضية مع المنتخب الوطني وإيهاب جلال المدير الفني لمنتخب ماصر والأعلن المبارح عن قائمة اللاعبين المبدئية لمعذكر المنتخب الجاي في الفترة من 30 مايو للحد 14 يونيو ولا يخوض خلالها المنتخب مبارحة غينيا وأثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقية 2023 القائمة دي بتعد الأولى لمدرب المنتخب الوطني إيهاب جلال في مشواره مع المنتخب واللي ضمت 44 لعبا منهم 8 محترفين بالخارج وهي واجه منتخب مصر نظير والغيني في الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2029 يوم 5 يونيو على استاد القاهرة قبل ما يطير إلى ملاوي لموجهة إثيوبيا في الجولة الثانية يوم 9 يونيو بيتسو موسيماني مدير الفني لفريق نادي الأهلي اتكلم عن مباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا اللي هتتلعب يوم الاتنين الجاي قدام الوداد المغربي في استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وأكد أن اللقاء هيكون صعب أن كل اللعيبة والجهاز الفني في حال التركيز قوية وقال كمان أن تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التولي أمر مش سهل خصوصا أنه اللعيبة ما مندورش على مجد أو تاريخ شخصي احنا بنمثل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير النادي الأهلي وجه الدعوة لجماهير وكل الجماهير المصرية الموجودة في المدن المغربية المختلفة لحضور المباراة النهائية للدوري الأبطال يوم الاتنين الجاي الساعة 8 بالليل بتوقيت المغرب على مركب محمد الخامس وأكد النادي أن دعوته تشمل جميع المصرين المقيمين في المغرب واللي عنده رغبة في تلبية الدعوة لمؤذرة فريق الأهلي في المباراة يروح لمنطقة أوازيس مركز تدريب نادي رجاء رياضي في مدينة الضر البيضاء ويتسلم تذكرة المباراة أول ما يحضر مباشرة بموجب صورة جواز الصفر المصري ريال مادريد الإسباني اختتم تدريباته مباراة قبل المواجهة المرتقبة ضد الليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسمة الحالي ولادت لعب الساعة 9 بالليل على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرانسية باريس وشهدت تدريبات ريال مادريد مشاركة كل نجوم الفريق وسط أجواء رائعة بين اللعبة ومدرجات الملعب كان فيها كمان حضور مكثف لعائلات نجوم الفريق اللي حرصوا إنهم يكونوا موجودين في باريس لدعمه موسيقى ليفربول برضو مبارح قاد تدريبه الأخير قبل مواجهة الريال في نهائي دوري أبطال وشهدت تدريب ليفربول مشاركة جميع اللعبين مع عدل مهاجم البلجيكي ديفاك أوريجي اللي تأكد غيابه عن مواجهة ريال مادريد الإصابة وشاركت تنائي البرازيلي فابيني والإسباني تياجو ألكانترا بشكل طبيعي بعد تفتع فيهم من الإصابة وسادت حالة من المرح والسعادة خلال تدريب الريدز قبل المباراة النهائية موسيقى كمان جماهير ليفربول إنجليزي اللي موجودة في العاصمة الفرنسية باريس كانت حريصة على دعم النجم المصري محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة قدام ريال مادريد وقامت جماهير ليفربول المتواجدة في العاصمة الفرنسية باريس بالهتاف للنجم المصري محمد صلاح من خلال إناء الأغنية الشهيرة الملك المصري مو صلاح وكده خلصت جولتنا الرياضية هرجع مرة تانية لمحمد دوي هدير عشان نكمل معاكم بقرات صباحية مصر شكرا لك يا دينا